هذا سلمك الله شرح كان في الأصل الدروس ألقاها قبل أكثر من عشرين سنة وفقه الله ثم بعد ذلك فرغت لكن أعيد صياغة العبارة وتحريرها ورجع إلى الشروح وإلى شروح الكتال كاب نفسي واربعين نووية وشروح الأحاديث اللي هي الأصول التي انتجعت أو وضعت في الأربعين نووية ومع فوائد وملح وتعليقات وما يتعلق بالقضايا العتقادية أو الأحكام الشرعية ثم اللطائف والفرائد في كل حديث يذكر والكتاب وعنوان شرح الأربعين نووية طبعا الأربعين نووية الإمام النووي رحمه الله المتوفى عام 676 الهجرة والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد وفقه الله طبعا طريقته أنهم يأتي إلى الحديث هذا الحديث مثلا هذا الحديث السابع عشر يذكر هذا الحديث من الحديث الأربعين نووية ثم يترجمون للراوي ثم بعد ذلك يشرح الحديث عبارة 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 فإذا انتهى من عبارات يأتي إلى فوائد متعلقة بالحديث أو المسائل المتعلقة بالحديث ويسوقها لك سوقا كل الحديث بهذه الطريقة طبعا ويحرس جدا على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالحديث وهو مع هذا أيضا يضيف إليها من النوازل المتعلقة بكل حديث النوازل والقضايا المعاصرة المتعلقة بكل حديث شوف مثلا هذا من الإضافات الملحقة ببعض الأحاديث إنه تحتاج الأحاديث ما هي سواء منها ما هو في العقيدة منه في الأخلاق منه في المعاملات وشيء من ذلك طبعا الكتاب من إصدارات مجموعة زاد العلمية ومن توزيعات العبكان وهو يعتبر من أجود الشروح المعاصرة الأربعين نووية وأوسعها على هذا النطاق وأكثرها إحاطة بالفوائد نلاحظ الإيمانية والتربية فيما يتعلق بها وجمع بعض الحكام الشرعية وفقهم الله شكرا